أداناً لأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بأشد العبرات سمح السلطات السودية مجدداً بقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم معتبراً أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازاً ضخماً وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم كما أكد أبو الغيت أن الترقي مع خطاب الكرهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة تطرف العنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدمة وأشار أبو الغيت لأنه سبق وحذر منذ أسابيع من مغبة سماح السلطات السودية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف